بالتزامن مع اليوم العالمي للتمريض يبرز الدور الإداري لمكتب الصحة هنا لإحياء هذه المناسبة السنوية والإشادة بما تقدمه الكوادر الطبية في مختلف المرافق الصحية من دور إنساني والمساهمة في خدمة شريحة عريضة من المجتمع تكريم هؤلاء في يومهم العالمي قد يمثلوا دافعا لهم في التطوير من مستوى أعمالهم رغم معاناتهم المستمرة من تدني ما يتقاضونه من أجور والتي لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأسرية طبعا نحن في مستشفى الغيظة المركزية تمريضنا يبدلون جهودا جبارة جدا جدا في ظل الإمكانيات الشحيحة والمكانيات المحدودة ولكنهم فوق ذلك فهم صامدون ويقدموا الرعاية الطبية بقدر المستطاع لديهم فلهم كل التحية والتقدير والعرفان ونرفع لهم القبعات اليوم هذا في يومهم العالمي للتبريض ونقول لهم تهنوا بيومكم هذا وربنا إن شاء الله يعينكم على مهندكم المهنة الشاقة طبعا معروفة مهنة التبريض مهنة شاقة مهنة ولا يزال التمريض هو النابض في جميع مستشفيات العالم المناسبة التي تأتي في ظل التزايد السكاني الذي تشهده المحافظة بفعل موجة النزوح المستمرة ومعها تتضاعف الأعباء على المستشفى الحكومي الوحيد الذي لم يحظى أقسامه المختلفة إلا بتطوير محدود رغم الوعود المتكررة التي تطلقها السلطة المحلية للرفع من قدراته بما يتناغم مع احتياج السكان تكريم الطواقم التمريضية العاملة في مستشفى الغيض المركزي وهذا بل جهد قليل تقدمه مكتب الصحة العام والسكان ومستشفى الغيض المركزي في تكريم هؤلاء العاملين الذين يخلطون الليلة من النهار ويقدمون أرواحهم وتضحي بأوقاتهم الجليلة في خدمة وسهر على من يصل إلى هذا المستشفى من يعاني هؤلاء ويلات المرض فأقول لهم في يومه هذا إلا بوركت جهودكم وعانكم الله وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله ولن يقلوا مكتب الصحة العام والسكان ومستشفى الغيض المركزي بأي جهد أو تكريم وما بين مطالبات الأهالي والطاقم الصحي برفع رواتبهم تبقى الآمال مرهونة على اللجنة المجتمعية والتي تم تشكيلها مؤخرا لمعالجة تلك الإشكاليات سواء في مستشفى الغيض المركزي أو بقية المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة لوضع الحلول القذرية للمعوقات التي قد تقف أمام تطوير القطاع الطبي أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر